ده أنا أنت دلوقتي ميكوب أرتس بتشتغلي مع فنانين كتير وفي أعمال فنية كتير وابتديتي أن أنت علمتي نفسك كمان يعني أنت ما خدتيش كورسز أو كده أنت علمتي نفسك واكتهدتي لحد ما قدرتي توصلي للوصلتيله احكي لي بقى إيه اللي شجعك وابتديتي إزاي كمان عشان توصلي للأنت وصلتيله أوكي بصي أنا طول عمري بحب الميكوب ما كانش حلم حياتي من الأول يعني برضو على وقت ما كانش فيه لسه اللي هو الميكوب أرتس بكمية دي بس طول عمري بحبه وطول عمري بحاول أعلم نفسي إزاي حط النفسي وبتلت واحدة واحدة بحط إصحابي إزاي يعني إزاي حد يقول مثلا أنا تعلمت أحط النفسي أو إيه إزاي يعني تعملي إيه تفتحي مثلا تتخرج على توتوريز كتير قوي على يوتيوب مثلا 24 ساعة فتحة توتوريز على يوتيوب بتعلم كل بقى خطوة يعني بقعد أعلم نفسي بقرأ كتير قوي بتعلم الحاجات الذية السكن تايبس كل حاجة يعني كل حاجة كنت بقعد أقرأ عليها وأتفرج وعلم نفسي عود أقرب وقرب بعد أصحابي يعني ده دي تريدان طيب بيها بس عشان كنت بحبه ما كانش في بادي إن أنا أبقى ميكوب آيتس تبقى هيا دي مهنة آه بعد كده كان بايتايم بتدوا صحابي ولودي ده هو تم تبتدي ما تجرابي وجدت واحدة صاحبتي يوم فرحة قالت لي ما تيجي تحطيه ميكوب وأنا مكنت شاية سبتديت خالص فحصيت ثقة رهيبة راسخة فيك جدا آه وكنت خايفة قوي أنا فاكرة كنت خايفة قوي ويوميها كان عندي حرارة وما كنت شايفة قدامي آه بس عدت وكان شكلها حلو فحصيت ده هو طب خلاص واي نوت ممكن أبتدي بقى من ساعتها طب حلوة ويتكوني عادتيها اليوم ده نعم طب هي بس طبعا المشوار أكيد ما كانش سهل يعني ناس كتير بتعدي بصعوبات كتير وأكيد مش في يوم وليه لكده بنبقى ميكوب آيتس مشهورين احكي لي بقى إيه الصعوبات اللي عدت عليك الحد ما وصلت لأن انت بقيت ميكوب آيتس معروفة بصي أنا ابتديت برضو يعني ما دخلتش على طول في الميديا والحاجات دي أنا ابتديت واحدة واحدة يعني أخذ الموضوع على مهلي خالص ابتديت لها بأعرائيس والسورية ودخلت فاشن شوتس وعملت كل حاجة جربت كل حاجة لحد ما دخلت الميديا وبتديت أشتغل مع ممثلين ازاي بقى بتلاقي الفرص دي يعني واحدة دلوقتي بتتفارغوا ميكوب آيتس قولك بس أنا كمان عايزة ميكوب آيتس مع ممثلين أنا عايزة أعمل شوتس إيه اللي تعملوا عشان تقدر توصل لده هل مثلا تبعاتي رسائل ليهم مثلا على السوشال ميديا هل بتعود يتفكري طب أنا أعرف مين في المجال ده وتكلميهم وتسأليهم يعني إيه اللي ممكن يعملون بصي أنا ما بعملش يعني هو دافنتي أني ممكن تبعاتي لهم دي طريقة أنا ما عملتش كده يعني أنا برضو بقى دي عشر سين بشتغل فthroughout الوقت ده عملت connections واسمي اللي هو الحد بيقول لحد فعرفوني بالطريقة دي بس يعني أهم حاجة أن أنت تبقي بتكتهدي في شوك دك يعني ركزي في الميكوب ركزي في الشوك اللي نفسه أن أنت توري من نفسك وكبري نفسك وحيييجي معيها أن اسمك حيب تتعرف الناس حتسأل عليكي دي حتقول دي إنستغرام بيعرف طبعا بس يعني مايباش المين فوكس اللي هو أنا عايزة أشتغل مع ممثلين أو يعني ما تنطيش الخطوات فهو ركزي في الميكوب ركزي لتكبري نفسك وده حتوصلي يعني إن شاء الله صح